على طريق الشراكة وتذليل الصعوبات يفتح الإليزي أبوابه لرئيس إقليم كردستان العراق خلال زيارة تمد جسور الثقة بين أربيل والعالم تحقيقاً لتكاملية المشهد العراقي في التعاون المشترك يصنع الإقليم خطوات فاعلة منها لقاء رئيس الإقليم لجيرفان بارزاني وماكرون في باريس بزيارة تحقق الأهداف المرجوة لزيارة ماكرون إلى العراق مؤخراً لبناء علاقات مستقبلية تنعكس على القضايا العراقية والإقليمية والتحديات التي تواجه البلاد زيارة ثالثة تأتي بأهمية تتمحور حول الوصول إلى استقرار في العراق يتم بإقليم كردستان وتفعيل الدور الفرنسي في إعمار السنجار ودعم الأيزيديين وإعمار جامعة الموصل مع تفعيل الاستثمار الفرنسي في الإقليم في وقت ضروري سيما ما يواجهه العالم من تداعيات سلبية خلفها وباء كورونا يقدم نيجرفان مثالاً عملياً لتحويل الطموحات إلى حقائق اقتصادية على الأرض تعزيز رئاسة الإقليم لخطوات التصدي للإرهاب وتحركات داعش كانت على الطاولة العراقية الفرنسية حاضرة بقوة والتأكيد على استمرار مهام التحالف الدولي في مواجهة التنظيم والتعاون والتنسيق بين البيشمرقة والجيش العراقي في مواجهة الإرهاب السياسة التي ترسم أفاق البناء الدبلوماسي والعلاقات العراقية الدولية وتعزيز وجود كردستان الفاعل في المحيط الإقليمي والدولي يرى النور بشكل أوسع اليوم في رؤى تضعها قيادة الإقليم للمضي قدماً في مشوار الإنجاز والخروج من الصعاب التي يريد العراق قطية صفحتها وبداية صفحات جديدة تكتب نتائج سياسية واقتصادية وأمنية مع دول العالم كافة ترجمة نانسي قنقر